نادي الأهلي بيمر بمرحلة صعبة جداً لأن بعد الجدول منزل حضرتك النهاردة بتتكلم على يوم 28 يونيو البطولة تخلص 17 أغسطس يعني شهر وثلاث أسابيع تخيل بقى حضرتك أو النادي الأهلي حيلعب كم ماتش في شهر وثلاث أسابيع النادي الأهلي لعب لحد الوقت 19 مباراة 18 مباراة بصفة رسمية في الملعب ومباراة اعتبارية يبقى 19 مباراة ناقص له على عدد مبارياته علشان ينهيها في الدوري 15 مباراة 15 مباراة بلس أو زائد زائد مباراة في الكاس مع الألمونيو الماتشات دي كلها هتتلعب خلال الفترة دي من النهاردة لحد 17 أغسط يعني بتتكلم حضرتك على مباريات بتتلعب ما بين 48 ساعة و72 ساعة 48 ساعة و72 ساعة أنا بس بكلم حضراتكم كده ليه عشان أوريكم بس مين اللي متضرر مين اللي متضرر آه فيه ضرر وقع على أندية كتير بس مين أكبر المتضررين أكبر المتضررين النادي الأهلي من بداية الموسم لنهاية الموسم وهقول لحضراتكم ولسه الموسم اللي جاي ده أنا معايا ورقة كاملة بالبطولات اللي اللي حيلعبها النادي الأهلي السنة الجاية أو الموسم الجديد يعني احنا بنتكلم على ماتش كل يومين تلاتة وانت مطالب عشان انت البطل ويه بتحافظ على البطولة بتاعتك وبتكتهد وبتتعب وبتموت نفسك عشان تحافظ على اللقب في وقت صعب جدا 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 محتاج دعم من الجماهير للفرقة في الوقت ده طيب